السلام عليكم متابعين الكرام في الفيديو ده هنتعرف على أربع أسباب ستجعلك تستخدم تطبيق سيجنال للمحادثات بدلا من تطبيق الواتساب خصوصا بعد التحديثات الأخيرة للواتساب واللي بتتعلق بانتهاج خصوصية المستخدمين وكمان المفاوضية الأوروبية أوصت باستخدام تطبيق سيجنال كوسيلة للتواصل بدلا من واتساب طبعا كلنا عارفين ان تطبيق سيجنال متاح مجانا على الأب ستور وكمان على جوجل بلاي ممكن تحمله بمنتهى السهولة طيب ايه الأسباب اللي تجعلك تستخدم تطبيق سيجنال والميزة الأولى اللي موجودة معنا في تطبيق سيجنال وهو ان تطبيق سيجنال تطبيق مفتوح المصدر كل من التطبيقين واتساب وسيجنال يستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف أو end to end يعني لا يمكن فك تشفير الرسائل أثناء إرسالها بين الأجهزة لكن الاختلاف الأساسي بينهم هو ان تطبيق سيجنال مفتوح المصدر أو open source يعني المهندسين والمطورين يستطيعوا فحص الكود الأساسي في أي وقت وده بيعطي نسبة أمان أكبر للرسائل على عكس تطبيق الواتساب وهي الميزة التانية اللي موجودة معنا وهي تشفير النسخ الاحتياطية تطبيق واتساب يقوم بتخزين معلومات عن المستخدمين زي مثلا التفاعلات بين المستخدمين عند الاتصال بالإنترنت وأرقام الهواتف في سجل الاتصال وكمان لا توجد حماية لنسخ واتساب الاحتياطية بحيث أن المستخدم يقدر يحصل على الرسائل الأديمة بمنتهى السهولة بانما يسمح تطبيق سيجنال لمستخدم أجهزة أندرويد بالنسخ الاحتياطية للرسائل واستعادتها ولكن ده بيتطلب فك تشفيرها بكلمة مرور مكونة من 30 رقم وطبعا ده بيعطي نسبة أمان أعلى للرسائل وهي الميزة التالتة اللي موجودة معنا وهي ميزة أمان الشاشة في تطبيق سيجنال يمكن تفعيل ميزة تسمى أمان الشاشة أو سكرين سيكورتي في إعدادات الخصوصية وفايدتها أنها بتمنع من أخذ لقطة أو سكرين شوت من المحدثات في تطبيق وأيضا بتمنعك من أخذ لقطات من محدثاتك وهذا أيضا يعطي نسبة أمان أعلى في التطبيق وهي الميزة الرابعة والأخيرة اللي موجودة معنا أنه لا يوجد احتمال لتضمين الإعلانات داخل التطبيق بحيث أن القائمون على تطبيق سيجنال أكدوا أنه لا توجد نية لتضمين إعلانات في التطبيق وطبعا ده بيريح المستخدمين من الإزعاج المتكرر الذي قد تسببه الإعلانات التي تظهر في بعض التطبيقات الأخرى وده على عكس تطبيق واتساب اللي مؤخرا أعلنوا عن تضمين إعلانات داخل التطبيق وفي النهاية أرجو لو أسفت من الفيديو مش مشارك في القناة تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات لأنه بنازل فيديوهات كتير إن شاء الله ستنال إعجابكم ولو أنت مشارك معنا بالفعل لا تنسى الشدعان بأنك تضغط لايك للفيديو وشكرا جزيلا على المتابعة